أعزائي المشاهدين أسعد الله ما سأكون في عدد جديد من الفروم الاقتصادي وككل أسبوع نأتيكم بملف من الملفات الاقتصادية المهمة وهذه المرة ملف المؤسسات الصغيرة والمصغارة دورها في النسيج الاقتصادي وأهميتها بين الدروس التي استخلصناها من الماضي والآفاق الواعدة التي يعد بها هذا القطاع وهذا الملف بالنسبة للاقتصاد الوطني بين التحول الاقتصادي الذي يعد نحو أعوام مزدهرة من الصناعة والخدمات تلعب فيها هذه المؤسسات دورا رياديا وبين الماضي الذي من المفروض أننا استخلصنا منه الدروس ونذهب به نحو تأطير ومرافقة هذه المؤسسات بأحسن الطرق سنخوض في هذا الملف كيف ولماذا مع ضيوفنا ونسعد باستضافة كل من السيد حمزة بوغادي رئيس مؤسسة الدراسة الاقتصادية أم بيديس مرحبا بك معنا مرحبا أخي مولود وشكرا على الاستضافة شكرا على التلبية الدعوة كما نسعد أيضا باستضافة سيد عبداللطيف حمامدى الخبير في المؤسسات الصغيرة والمصغارة والمصغارة مرحبا بك معنا شكرا جزيلا الاستضافة شكرا لك على تلبية الدعوة ونسعد أيضا باستضافة سيد يوسف ميلي رئيس منتدى الاستثمار وتطوير المؤسسات الاقتصادية مرحبا بك معنا مرحبا وشكرا لكم على الاستضافة شكرا لكم على تلبية الدعوة ربما في البداية نبدأ مع سيد حمزة بوغادي المؤسسة الصغيرة والمصغارة ربما الكثير من الجزائريين وعموما ينتبهون أكثر يقول لك هذا المصلح الفولاني فيه ألف وهذا المصلح العلاني لكن يتفق الخبراء أن المسرع الحقيقي للعجلة الاقتصادية الموظف الحقيقي والفوري للموظفين وليخلق مناصب شغل هي المؤسسات الصغيرة والمصغارة في البداية باش يتابعون الشباب خاصة ما هي أهمية المؤسسات الصغيرة والمصغارة وما معناها بسم الله الرحمن الرحيم أكيد بالحديث عن المكونات اقتصاد ما دائما نقول أن المؤسسة الاقتصادية هي العصب أو هي العمود الفقري لإقتصاد ما لما نتكلم عن كثير من النماذج الاقتصادية عبر العالم نجد أنه فيه نماذج تعتمد بشكل كبير على المؤسسات الضخمة أو المؤسسات الكبرى نضرب المثال دائما بالنموذج الأمريكي الذي يعتمد على المؤسسات العابرة للجنسيات والعابرة للقارات يعني هذا النموذج أمريكي بحت يعتمد على ضخامة الإنتاج ويعتمد على ضخامة المعدات وضخامة الاستثمارات وضخامة حتى التوزيع والتسويق لكن في سنوات ما بين يعني مع بداية سنوات الستينات إلى آخر وآخر سنوات السبعينات نموذج الصيني حقق نجاح في تغيير هذا المفهوم ويعني حقق نجاح أيضا بالمؤسسات المصغرة والمؤسسات العائلية البسيطة والمؤسسات الصغيرة التي انخرطت في عملية البناء الاقتصادي والنشاط التجاري والنشاط الاقتصادي بكثافة وغيرت الكثير من النماذج عبر العالم واتخذت الكثير من الدول يعني هذا النموذج وكيفته مع واقعها أو مع طبيعة اقتصادها ونجحت فيه إلى حد ما نعود نقول أن ما هي المؤسسة الصغيرة أو المؤسسة المجهرية الميكرو وانتربريز والمؤسسات الصغيرة هي تقريبا في قانونيا أو من حيث العدد يعني هي ما بين واحد موظف أو عامل إلى ماكسيموم إلى 25 موظف يعني تقريبا تنحصر حتى قانونيا يعني في الجزائر نعم في الجزائر يعني تصنف ما بين المؤسسة المصغرة أو المجهرية ما بين واحد وتسعة موظف ومن بعد من ساحة الـ 25 يعني ندخلنا في المؤسسة الصغيرة في الجزائر يعني هذا النوع من المؤسسات أو يعني هذا اللاكتور أو هذا الفاعل يعني يعتبر جد مهم لبساطة أو لخصوصية الاقتصاد الجزائري لأنه احنا كنا نتكلم عن اقتصاد الجزائري ما زال اقتصاد فاتي ما زال فيه كثير من التجارب وكثير من المحاولات وكثير من المخططات وكثير من المبادرات والإنسياتيف اللي قامت بهم من التولى من الاستقلال بالمخططات أو يعني بالخيار الاشتراكي حتى مرورا بين التسعينات سنوات التسعينات من انفتاح على السوق أو يعني أو الانفتاح على مخططة إعداد الهيكلة نعم لذلك يعني المؤسسة الصغيرة أو المؤسسات المجهرية لميكروونتربيز يعني شاركة دايما كانت في يعني في الواجهة أو دايما كانت فاعل في نسيج الاقتصادي الوطني لأنه الخصوصية لما تكلمت عن الخصوصية الاقتصاد الوطني هي تقريبا عندنا كثير من المؤسسات العائلية كثير من الأعمال الحرة اللي كانت يعني كانت تقريبا منذ سنوات الاستقلال أو منغدات الاستقلال إلى يومنا هذا كانت فيه كثير من أيضا من المؤسسات اللي نجحت في هذا المجال أو يعني وأصبحت يعني من بعد مؤسسات كبرى يعني تقريبا فيه الآن مؤسسات كبرى هي بدبدات في الاقتصاد الوطني وبدبدات مؤسسات مجهرية مؤسسات صغيرة وكبرت من إنتاج تحاوة وطورت من توسع تحاوة وأصبحت الآن من بين الصوكل الاقتصاد الوطني أو من بين دعائم المؤسسات المنتجة في الجزائر نرجع قانونيا أو نرجع في إطار ممكن مدى تقريبا المناخ الاقتصادي أو المناخ القانوني أو الإطار التشريعي كان فيه محاولات أو كان فيه مبادرات من قبل الدولة الجزائرية حتى تخلق أو حتى تؤثر أو حتى تدعم هذا النوع من المؤسسات لكي يكون بكثرة لأن الأهمية الاقتصادية تكمن في أن كثير من الأعمال لا نستطيع في كثير من المجالات أو كثير من النشاطات طبيعتها هي صغيرة نشاط صغير لا يمكن أن يكون مؤسسة كبيرة أو يستلزم استثمارات كبيرة لذلك هذا الطابع القانوني أو الخصائص القانونية بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمؤسسات المجهرية هو أولا طبيعة النشاط ثانيا تطور المصار الاقتصادي أو الخيارات الاقتصادية للدولة الجزائرية منذ الاستقلال إلى يومنا هذا من بين حتى نتكلم عن الإجراءات أو الديسبوزيتيف أو الأجهزة التي خلقتها الدولة حتى تدعم هذه الفئات منذ أوائل التسعينات ولي شفنا كثير من كان فيه كثير من نتائج طيبة وكان فيه كثير من الأمور اللي فشلت بسبب أمور تقنية أو بسبب طبيعة القانون أو طبيعة الخصوصيات الإجراءات اللي كانت فيه كثير من الأحيان وقعنا في خطأ أنه كان فيه كثير من الصبغة الاجتماعية أو السياسية أكثر منها صبغة أو خيار ربما سنعود لهذه النقطة مباشرة نوسي عبداللطيف حمامدة ربما في البداية أهمية في نفس السياق هذه المؤسسات الصغيرة والمصغرة الأرقام تقول أن الجزائر في حاجة عموما إلى استحداث مليون مؤسسة سنويا ونعلم كلنا أن الأسرع والأنجع هو نحو المؤسسات الصغيرة والمصغرة هناك من يقول لك أقل استثمارا تكلف أقل رأس مال ولكن عندها آفاق واعدة لكي تتوسع وتكبر شكرا جزيلا أعرفك تابع هذا الملف منذ مدة طبعا هو ملف كما قولتنا يعني الملف هذا بحد ذاته عندما نتكلم نتكلم بصفة عامة نتكلم على ما نسميه بالنسيج الاقتصادي نسيج الاقتصادي الجزائري هو مبني حتميا على كل مكان وحتى اليوم هذا وهي رهيك نقدر نقوله حرب قائمة لابتعاد على كل ما هو له علاقة بالريع لهي المحلوقات والبيترون والذهاب نحو خلق الثروة مبارك الله فيك هذا البرامج احنا منذ 88 يعني لو كان نتكلم عن النسيج الاقتصادي والأخ قال عندما نروح نسافر نطلع على الأمريكا وهناك ما نسميه بال يعني في دول دخمة دول تكنولوجيات كبيرة دول أفاق كبيرة هناك ما نسميه إدارات خاصة بالمؤسسات الصغيرة هذه المؤسسات الصغيرة التي لا يفوق حجمها أكثر من 9 عبال نتكلم على هذه الفئة وما بعد عندما نتكلم على المؤسسات المتوسطة هذه نروحوا حتى الخمسة وعشرين نقولوا احنا نشتغل فيها الشيء اللي صراحة عندنا في بلادنا يعني ولينا الدولة عملة آليات لاستحدات هذه المؤسسات الصغيرة صبح الشاب الجزائري يعني عندما يفكر باش ينشأ مؤسسة صغيرة لابد أن يذهب على هذه المؤسسات ومن هنا عندنا الأرقام هناك استحدات أكثر من مليون وربعمية ألف مؤسسات عن ثلاثة إدارات ليهما كانوا لانساج الكناكي لانجام يعني هناك وسائل الدعم المعروف دعم المعروف يعني جعلنا من شبابنا كانوا يعني خريجي جامعات أو لا خريجي جامعات عندما يكون الفكر باش يستحدث مؤسسة صغيرة أن يذهب إلى هذه الإدارات ولا نبتعد على الإدارة الأولى اللي كانت لات ديوجي لأننا نعرف الميلة في ثمانية وثمانيين هادي الأخر ذو كالشي اللي يفرق ونأتي إلى ألفين وثلاثة وعشرين إلى ألفين وثلاثة وعشرين إلى ألفين وثلاثة وعشرين عندما خارجنا من هذا الديمومة تعالون سيش كناك نجام وجعلنا من هذه الثلاثة إدارة واحدة وهي إدارة لاننات واليوم نشوف التطور ونعمل الفرق ما بين المؤسسة الصغيرة والمؤسسة الناشئة نقطة اللي قالها أستاذ حمزة أبو غادي أنه هنا قمنا كما قلوا أمبار قمنا بتقدم خطوة إلى الأمام أن نزعناها من الشكل الاجتماعي لأنه كانت تسمى دعم تشغيل الشباب لكن لما نقوله دعم خلق مؤسسة الصغيرة هو اقتصاديا أفضل هذه الإصلاحات التي أثى بها رئيس الجمهورية وتكلمنا بما نقول الابتعاد بالمقاربة الاجتماعية والذهاب إلى المقاربة الاقتصادية ولكن هناك لب موضوع عندما نقارن بالدول العظمى هناك ما نسميه بالنسبة حياة هذه المؤسسات عندما نرى المؤسسات الناشئة عندما نتكلم بالاستخطب للطوض المغطال في الدول الأجنبية منها أمريكية وشفنا وشو قاعة في سيليكون فالي ذوك عندها حوالي ستور عمش لا يسرق إليها في الولايات المتحدة الأمريكية لا يتجاوز النسب النجاحة 4% بارك الله فيك ولكن يفرق كثير على السوق وعلى نسيج اقتصادي كالسوق الجزائري ونقدر نسميه هنا كاستخطب النجاح وحنا عندنا في الجزائر كما يسير ولكن ليس بشركة مبتكرة نجيبوا إيو بيغم وهي نجح لأن السوق الجزائري هو سوق إليفيرج لكثير من أفكار نقدر نسميها مبتكرة تكون عندها مكانتها في السوق ولكن نعود إلى موضوعنا لهو المؤسسة الصغيرة وليس المؤسسة الناشئة هذا المقاربة الاجتماعية التي كانت برنامج دولة وحكومة منذ أكثر من عشرين سنة من ستة وتسعين إلى ألفين وتسعتاش هذه المقاربة الاقتصادية التي كانت ما نبتعيش عليها التي كانت اجتماعية يعني كنا نأخذ هذا الشباب نقول له سرته من دوميلويت وطلعه من دوميلناف كنا نقول له أتفضل أروح للوكالة لدعم شغيل الشباب وهي الأنساج وعمل المؤسسة هناك كثير من الشباب اللي بدون تأهيل وهذه الكاريتة العظمى بدون مرافقة وهذه أكثر من الكاريتة أخذوا أموال نقطة جوهرية سيح مبدأ لأنه يقول لك كثير من يقول لك الفكرة في أساسها يعني ليس سيئة عن تدعم الشباب بشيء مؤسسة نعم لكن يقول لك أنه لب الموضوع والإشكال أنه لم نرافق هؤلاء الشباب مثل ما يقوموا به البنوك والمؤسسة هنا نتكلم على مسؤولية من هل مسؤولية البنوك هل مسؤولية الإدارة بحدتها المسؤولية الشاب بحداته هناك ورطة اليوم فيها كثير من الشركاء والمسؤولية لابد أن نحددها وهذا المسؤولية اليوم طال الزمان عليها نعم نحن نعود فقط إلى المسؤولية فقط بش نبقى في المحور الأول حول أهمية هذه المؤسسات المصغرة اليوم لتحول الاقتصادي في الجزائر هي شوف بالمثال عندما نتكلم على الشركات الكبرى اليوم في الجزائر نحن استقلنا في 62 اليوم نشوف وشهو صاري أكبر المؤسسات هي مؤسسات عائلية التي نجحت اليوم عندما نبتعد على المؤسسات العمومية ونتكلم على المؤسسات الخاصة هذه المؤسسات العائلية كانت مؤسسات مصغرة صغيرة واليوم صبحت بناموذج كما نقول ونحن كبيرة ومشاء الله عليها النسيج الاقتصادي في كل الدول نشوفه إيطاليا اليوم نشوفه كل الدول الأجنبية العظمى لا نستغنى على النسيج الاقتصادي للمؤسسات الصغيرة هذا مفروض عليه هو يفوق أكثر من 80% شوفوا إيطاليا في المثال هذا النسيج هو يعني ركيزة الاقتصاد كذولة عظمى بحدتها ولكن نشوف في هذه الدول العظمى هناك شاركة وهناك مرافقة بين الشركات الكبرى والشركات الصغيرة من الباب المناولة من الباب هذه الحياة تبقى جيد سيوسف ميلي أربما في نفس الإطار هذه الشركات المصغرة علينا أن نفهم أنه ليس قادر عليها أن تبقى صغيرة بل هي الفكرة كأساس كمبدأ نستطيع أن نرى كثيرا من المؤسسات من بينز اللي كانت معروفة هي اللي بدأ بمحرك واحد وانطلق بها إلى حتى بوجو اللي كانت هي مانوفاكتورة صغيرة تصنع أشياء بسيطة ربما في المنزل من بعد كبرت ربما هذه هي الفكرة الصحيح حول المؤسسات الصغيرة المصغرة هناك الإرادة السياسية استخلاص الدروس لكن هناك الكثير يقول لك أنه علينا أن نعلم جيدا شبابنا وحتى مشي شبابنا في نيات خلق المؤسسة الصغيرة الحقيقية لأنه كان يقولك راه واقع فيها خلط كان لي ما على بلو إلا إنشاء بوتيكا أو إليموتاسو أو إليموتاسو أو إنشاء مؤسسة يعني بش أن تكلموا لغة صراحة صراحة شيفا مواطن أعتقد هذا هو النموذج الأساسي اللي يجب أن نركز عليه في الشباب بتاعنا أو في الواقع بتاعنا أنه واحد ما يزيد في الاقتصاد حاجة كبيرة أنه في الاقتصاد الإنسان يبدأ بحاجة صغيرة ومشوي حتى يتطور بش يرجع راجل أعمال كبير للأسف يعني في مرحلة معينة كانت صورة خاطئة أنه بعض النماذج أعطت صورة خاطئة للشباب بتاعنا أنه بين عشية وضوحها تقدر ترجع راجل أعمال كبير وتقدر أنك تسير مؤسسات كبيرة وهذا يعني شي خطأ لما نتكلموا عن المؤسسات الصغيرة والمصغرة نحن نتكلموا على آلية اقتصادية موجودة يعني في أي اقتصاد حقيقي ولا اقتصاد منظم للأسف ربما الخلل اللي رأى موجود عندنا احنا ونقع الخلط بين الدافع الاقتصادي والدافع الاجتماعي خلق عندنا نوع من الفوضى أو التفكير الصي لدى شبابنا ولما نتكلموا عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي أصلا عبارة عن مشاتل يعني الإنسان ينتقل سواءً كل من تكملوا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ليس فقط خاصة بالشباب بالخاصة بأي شخص عنده الرغبة في العمل الاقتصادي وبالتالي لما نتكلموا اليوم على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي لتنقل عندنا الإشكالية تعلام فورمال والفوضى الموجودة للحاجة منظمة يعني ننقل هذه الفوضى اللي رانا عايشين فيه للحالة المنظمة عن طريق المؤسسات الصغيرة والمصغرة وبالتالي هي هذه تعتبر أنه للإنسان أنه يجرب ويشوف ويتعلم تقنيات التسيير وتعلم تقنيات الموجودة يعني في السوق وفي الاقتصاد إلى غير ذلك بش يقدر لما يبدأ يكبر ويكبر المشروع التاع ويكبر بطريقة صحيحة عكس لما هو المتداول الأمر الثاني أي اقتصاد اليوم في العالم يعني محتاج لهذه المؤسسات الصغيرة والمصغرة لماذا؟ لأنه حتى المؤسسات الكبيرة محتاجة لهذه المحيط تاعها والمنغ تاعها محتاج لهذه المؤسسات المصغرة المؤسسات الكبرى لن تستطيع العيش ولن تستطيع التطور بدون هذه المؤسسات المصغرة اليوم هنا الدور لما نتكلم اليوم عن الدورة الحكومة هو الأصل هو منح ظرف ملائم ومناخ ملائم للمؤسسات هذه المؤسسات الصغيرة المتوسطة من خلال الإدارة يعني الإدارة المحلية لازم تكون عندها سياسة واضحة في تنمية هذا القطاع ليس فقط أنه بدافع اجتماعي بل بدافع اقتصادي لاحظنا مثلا قضية معالجة قضية الانساج للأسف يعني الانساج لما تكلموا على الأرقام والأموال التي أنفقت حتى اليوم أمام هيئة الأمم المتحدة لما نتكلموا نفتخروا بهذا الأرقام يعني هي أرقام مهولة لكن في الحقيقة النتيجة للأسف أنه كانت نتائج سلبية من بيض النتائج السلبية على اقتصاد الوطني أنه خربت كثير من القطاعات في المؤسسات الصغيرة المتوسطة وعلى سبيل المثال قطاع النقل اللي كان في يوم من الأيام باش تكون إنسان عندك شاركة نقل تم إصابته بالتخمى والفوضى بالفوضى لأنه باش تكون إنسان عندك تكون إنسان تعمل في مدى النقل لازم تكون إنسان محترف في النقل يعني محترف يعني وهذه صفات معينة للأسف لكن لما تم تشجيع هذا الجنب بشكل يعني شكل كبير جدا تم تضمير هذا القطاع وأصبح اليوم حتى اليوم رانا نعانيه يعني كمتعاملين اقتصاديين ولكن نسيج اقتصادي من هذه الإشكالية أنه صبح اليوم قطاع النقل فيه سلبيات كثيرة وما صبحش فيه الاحترافية المعهودة سابقا وما فيهش مثلا ما كان يعرف سابقا عن الاحترافية في ميدان النقل أيضا قطاعات أخرى وبالتالي إحنا من المفروض كان التوجيه من المؤسسات الصغيرة والمصغرة أو المتوجيه تعلون سجل يكون توجيه اقتصادي يعني من المفروض البنوك هي التي تتولى توجيه هذا القطاع وليس بأوامر إدارية الإدارة يعني من حقها أنها تتبع هذا القطاع ومن حقها أنها تسجل نتائج إيجابية لكن كانت الفرصة تعطى للبنوك لأنه التسيير البنوك عادة أن يكون تسيير اقتصادي وما يكونش تسيير إداري وهذه هي نقطة المفصلية فقط تفضلتي ميلي يعني كما قلت هذا أهم شيء أنه لازم نشوفه لقضية المؤسسات الصغيرة والمصغرة هي الأساس في البناء الضخم للاقتصاد ولو ما تكونش هذا القطاع هذا يعني تكون سياسة واضحة للحكومة مبنية على الاحترافية ليس فقط سياسة اجتماعية لكن تكون سياسة اقتصادية ربما نبقى دائما تخبط ولما تكون مقاربة اقتصادية يكون فيها نجاحات وستحل مشاكل اجتماعية أوتوماتيكيا سنعود إلى هذه النقطة ربما الجوهرية وهي البنوك ودورها في المستقبل لإنجاح هذه العملية لكن قبل ذلك نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود أعزائي المشاهدين مرحبا بكم مرة أخرى في الجزء الثاني من الفوروم الاقتصادي والذي نأخذ فيه هذا الأسبوع ملف المؤسسة الصغيرة والمصغرة بين دروس الماضي وآفاق المستقبل الواعدة ونمر مباشرة إلى ضيفنا الأستاذ حمزة أبو غادي ربما كنا نتكلم حول ما يجب أن نستخلصه من دروس لإصلاح ومرافقة أمثل لخلق المؤسسات الصغيرة والمصغرة ربما من نقاط الجوهرية البنك هنا في خلق المؤسسة هناك من يقول لك أنه المواطن أو حتى الشاب أو حامل المشروع يحتاج إلى آذان صاغية إلى مستشاري كما نشوفهم في الخارج لكون سي بوكير مستشاري بنكي لما نحب نشوفه في الشارع شحال من شاب يقول والسكنة وشي يزمنها دوسي وباش نفتح هذه الشركة وشي يزمنها دوسي يعني بكل بساطة أن مؤسستنا المالية للأسف الشديد حتى منها الخاصة من تقول أني مؤسسة خاصة عندي تفتقد لهذا العامل الإنساني للمرافقة واللي هو مهم جدا في اتخاذ قرار الاستثمار أكيد يعني من بين يعني حتى نكون أكثر يعني دائما أحاول أنه نقدم نقدم حلول أو نتكلم عن ما يجب أن يكون أعود أنه نتكلم عن المشاكل نستخلصه الدروس ونمضي الأمام لأنه لما نقدم الحلول يعني نربحه في الوقت حتى يعني ما نكونوش أكثر ممكن سلبية نتكلم أنه من بين المشاكل اللي ما خلاتش أو معطاتش النتائج اللي أنا نستنمها أو ننتظرها من خلق المؤسسات الصغيرة أو المؤسسات المجهرية أو المؤسسات العائلية أو المؤسسات المصغرة يعني كما نسميها هي آلية التمويل لأنه المؤسسة تحتاج إلى سوق تحتاج إلى تمويل يعني سوق حتى تسوق ما تنتجه أو الخدمات اللي عندها أو من تشتحها أو الفكرة التحها تحتاج إلى تمويل يعني تمويل هذه المشاريع وهذه الأفكار لأنه في كثير من أحيان يوجد هناك مستثمر الفكرة الجيدة السوق موجود لكن المستثمر يملك فقط نسبة من التمويل للمشروع ولا يملك المبلغ كله حتى يستثمر هنا يجي دور الأدوات التمويلية أو الأدوات البنكية المتوفرة في اقتصاد ما ولمتوفرة في البلاد الشيء الثالث هو الإطار القانوني أو الإطار التشريعي الذي ينظم والذي يعني يحدد المسئوليات ويحدد تقريبا كل شيء اللي يؤثر السوق ويؤثر البنك ويؤثر المؤسسات يعني هذا الفعالي الأمر الأخير أو الأمر الرابع هو المورد البشري أو التكوين أو المكون لهذه الفاعلين في الاقتصاد لأننا نقوله المرافقة أو الكومبانيومو يعني الأمر الأهم يعني تقريبا في كل ما نريد أن نقوم به هو يعني المشروع الاقتصادي لازم يكون عندك جنت عندك جيش من المرافقين لأنه لما يكون عندك مرافقة توقع في نفس الأخطاء اللي ممكن وقعت على سبيل المثال لوقعت اللونساج سابقا يعني كنا نمول في شباب لا يملك الخبرة المهنية ولا يدري ما يفعله ويعني أعتقد قريبا عنده جعل مبسوق لكن لا فيه لا إحصاء يعني للنشاطات اللي ممكن أنها نحتاجها أو يعني حتى إحصاء للنسيجة أو رؤون فريلو سونس موني كونوميك إحصاء اقتصادي لما نريده فعليا من خلق هذا الجهاز كان تقريبا هذه هي الممكن المشكلة الأكبر اللي كان ليخلق كثير من الديفايونس أو كثير من الفاييت يعني الإفلاسات وكثير من المشاكل اللي حد الآن كان فيه كثير من الشباب يعني ما زالهم متابعون قضائيا فيه كثير من المؤسسات متعطرة يعني مع زال ما لقاتش يعني الضوء أو اللالوميار يعني لبودو تونال باش يعني تتكمل في إنتاج التحاب هنا نقدر نعدد يعني ممكن لكاتيجوري أو أصناف حتى في هذا الملف بالذات يعني يجب تصنيفهم لأنه هو يعني حديث في شارع كاين الناس يعني مش نتكلموا بكل العامية كاين الناس اللي دات صوار دا وكلتهم هنا وهناك وكاين الناس اللي خدمت صح دارت محلات وما لحقتش لغالب تعصرت وكذا يعني كان فيها كان عدها مشاكل وكاين الاخرين اللي نجحوا وعاودوا يسددوا الديون تحهم حقيقة البورك ولا زالوا يسددون نعم الحقيقة يعني حقيقة الأمر لماذا يعني فتحت هذا الباب حتى يعني نمد أهمية أنه لما تكونش ما تحضرش نفسك جيدا باش تجرب مشروع في اقتصادي ما يعني هذا هو من النتائج ما كانش فيه مرافقة ما كانش فيه مرافقة لما تكلم معنا ما كانش فيه مرافقة حقيقية يعني كنت رح يمشي الشاب عند اللونساج ما يلقاش مستشارين أو يعني ناس تفهم الاقتصاد يلصحوا وقال هذا هو منعي نعم إداريين يعني إداري فقط يعني أجيب لي الوتائق الفلانية هاولك يعني المبلغ تاعك وارح كان فيه لما ما تكونش مرافقة وما تكونش مجند مليح يعني لتيدو ريجولاسيون ما يكونش مجند مليح باش يفهم أو باش يغلق الباب على كل يعني كل متربس بأي فرصة لما نتكلم عن الفوزان بورتاتور ولي يعني استوردوا عتاد مش مليح ويعني ودخلوا الشباب هدو في هاد الفخ ويعني وخسروا أموال بسبب هاد الفوزان بورتاتور بالإكزامل نتكلم أيضا عن أنه كان فيه وعود لكثير من الهيئات العمومية أنها تكون فيها لصوتريتونس أو يعني تمتص نوع جزء كبير من هاد المؤسسات اللي خلقت حتى يعني تعطيلها عامل تعطيلها خدمات تعطيلها ديمارشي يعني كان فيه أيضا تباطه سيس الخطاب الاقتصادي نعم كان فيه تباطه أيضا بطء في البايمون أو المشكلة تعليب بايمون ما نخلصوش هاد المؤسسات الصغيرة وتوقع وتفلس لأنها ما تخلص اشتراكات التحالي نفس تحالي نعم لذلك يعني هذا هذا يعني التشخيص تقريبا كامل هاد المشاكل يعطوك جوجمان من بعد كيفاشنا نتعامل مع هاد الظواهر وما نظلم حتى واحد لأنه لما كان كما تقول تتعالى أصوات أنهم كان أشخاص يأخذوا أموال وصرفوها يعني بدون أي وجه حق وما استطمروا وما داروا ولو وبعد يتخبوا في هاد المؤسسات أو هاد الشباب يتخبوا مراهم حتى يعني يكون فيه خلاص أو يعني يمسحوا لهم ديونهم أو لذلك يعني الآن حتى نصلح ما لازمش نعود للمزيرير يعني ما نعودش ننديل المأخطاء نأخذ العبرة ونتقدك يعني جورة طلب النقائص اللي كانت في القوانين وأيضا نتجند بالمستشارين الحقيقيين أو يعني المستشارين اللي عندهم خبرة في الميدان اللي عندهم باع في يعني تقريبا يعرفوا مليح المشاكل تحاد الشباب ويعرفوا مليح المشاكل ويوجهوهم نعم حتى نعيد المستشاري توجيه في التربية أكيد نعم يعني كثير من اللي يقول لك لا يا أخي هذا هذا ما ننجحش نابندوني نعم كي أنا نبدأ في طريق يعني نبدأ في مشروع اقتصادي من بعد فيها أخطاء فيك نستدرك ونحاول نصلح حتى نخرج بلا ميور فيرسيون يعني حتى للميوراتيون ماشي ننجحهم ونستفادهم ماشي ننلغيه تماما ونعود ندخل في مشروع آخر لمازال ما نعرف حتى ونضيع سنوات أخرى ونضيع شباب أغر ونضيع أموال أخرى نعم جيدا سيد عبدالنف أحمد دار ربما في هذه القضية بالذات كيف يمكننا أن نعتبر وهو عنوانا أن نعتبر من هذا الدرس لأن هذا الدرس هو سيد كابيتال إكسبيريونس هو رأس ما الخبرة اليوم عند المؤسسات والهيئة الجزائرية لكي يعني ما سنستشرفه وما سنقوم بها في المستقبل يكون ناجح والله يأسفني الأمر أن نقول يعني الكلام اللي رحين نخضروه شوف ما كاش بنك في العالم وأثى حده يعني النموذج كيف نمول المؤسسة الصغيرة هو نموذج إكسيلون في الدولة الجزائرية وهذا منذ زمان ما كاش بنك في العالم ما كاش منظومة في العالم لتعطي قروض لشباب بدون فائدة تعطي للشاب تلت سنوات لا يتابع لتسديد الدين وفيما بعد نعطيها عشر سنوات بش يدفع الدين هذي ما كاش منظومة في العالم بسهلة خارق العدم يعني هذي ما تصيبهش احتبلت هنا من الباب البنكي نحن نقول لك ممتاز الآن عندما نتكلم اليوم ونحن في 2023 ونرى خارجات رئيس الجمهورية الأخيرة عن هذا الملف هو أمر بلاستحدات لجنة خاصة لتصفية هذا الملف ونحن قلناها في البلاطو عندما أخذ الوزير المؤسسات النشيئة لصبح هو وزير المؤسسات النشيئة والصغيرة وتكلمنا وقتنا هذا الملف بحداته وشغل دالولو حجرة في الصباط المؤسسة والوزارة للوزير وليد ياسين نسميه هو بحدته جانا بناموذج اقتصادي جديد وهي اقتصاد المعرفة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة عندما يعني ننظر في كيفية إدماج هذا الشباب اليوم خرجنا باتفاقية عن طريق الوزارة تعليم العالي والوزارة المؤسسات الناشئة والصغيرة نطلب هناك كيفية كيف نختار هل هذا الشاب الذي سوف يدخل في هذا النموذج الاقتصادي له ما نسميه بالتأهيل وهذا الشيء اللي كان غائب أنا ذاك اليوم نسأل نفسنا من الذي كان ومن هو اليوم ضحية آخر هل الشباب ضحية تسيير منذ 2008 ليومنا هذا وأقولها ليومنا هذا أو الإدارة ضحية هذا الشباب نحن لا نتكلم على الشباب الذي باع العتاد وذهبا في طرق أخرى هو من جهة رئيس الجمهورية فصل في الأمر حين قال أنه تم تسييس الأمور الاقتصادية وهذا شيء طبيعي لأنه خطاب لأنه لو نعود قبل 2019 الكل كان يعلم واحد قال له رح تزوج بيهم واحد قال له يعني لكن اليوم في هذا التحول الاقتصادي لكي نذهب بطريقة ذكية سيحة أبو غادي قال يجب أن نفصل في الملفات هناك أكثر هناك أكثر من هذا الشيء لأنه نحن نعيش لا ننسى لأنه بالأوائل مؤسس مؤسسة صغيرة في 97 عروفك حكيتها نحن اليوم تتكلم عليه نحن اليوم نعيش أشياء كارتية يومنا هذا عندما نتكلم على الموردين ونتكلم على قانون الاستثمار الكبار بسكر أنا ما أخدناش معيني اعتبار صغار هل يعقل أن الشباب عندما يذهب ويستحدد مؤسسة صغيرة يدفع الضريبة بـ 19% من البداية هل يعقل يدفع الجمارك على العتاة تتعوه أنا ذلك نحن نهارا كنا ندير المؤسسات كنا نذهب بالأوروبا نأتي بالمكينات تتعنا لا ندفع كانت استفيد لائن دي هذا كل وقت لا لا كانت لانساج كانت لانساج كان عندها قانون لعفاء من الجمارك من الجمارك ومن اللاتيفية هادو أمور اللي خلاو جيك انت في الباول كي تحسب غير 19% بلوس بنيفست عن بورتاتور دلو 20% راك بريس 40% سير 5 مليون دينار 500 مليون سيدرا ودام 20 مليون في نهار في نجيبو يخدم عليهم الشاب مستقبلا هذه كارتة للإنشاء المؤسسات وقلناها ربما يجب إعادة إصلاحها دون نقاش الشيء الثاني حنا نهار كنا ندير المؤسسات هذه الصغيرة كنا يطالبونا بـ 20% من المقدم هذا الشيء ممتاز والشيء اللي تكلمنا عليه الـ 20% هذه كارتة تنت أخرى المضرود هذه تقدر تكون مساعدة لا همش الجدية همش الجدية أنا نطرح أسئلة يعني بسيطة هذه شوف وقالها وبرابو عليه عندما نتكلم على المرافق المرافق بحداته كمؤسسات يقدر يكون شارك وهذا نراه في دول متقدمة كأمريكا كأوروبا العشرين في المياه يقدر يجيبها المرافق وكشارك وكضمان للنجاح هذه المؤسسات هذه الجدية هزيد هزيد ماش تكلم هذا الشي قديم عندما نسأل نفسنا لأن هناك أمر خطير جدا نحن نتكلم على أكثر من المليون مؤسسات نحن ما وليش ميلف هذا بحداته وورقة إنهم شباب إنهم اليوم عائلات إنهم تزوجوا لي كان مليون ولا زوج اليوم مرام ثلاث ملايين يعني اليوم من نظرة الحقيقية السؤال المطروح باختصار قبل بجزء عن سيوسف ميلي ثم نعود إلى إلى هذه القضية في رأيكم يعني باختصار كيف رؤيتكم الحل الحل الواحد هل يكون جماعيا أو يكون كما قال ملف ملف لا 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 شوف عندما نتكلم على الحوكمة نسمع أن الناس يقول لك الحوكمة الإلكترونية حتى مردنا الحوكمة هي دكية وليس إلكترونية الحوكمة هذه الإلكترونية ديزوتي تكنولوجيك لينعونوا بهم من صفة اقتصادية شوف خريطة الطريق باش نتفهموا لي تنشأ اليوم هي مؤسسة صغيرة أخويا ويخدم في أمته ويخدم في بلديته حنا درناهم هذه المؤسسة الصغيرة كلها رح ينافس الكبار هذه غلطة يعني الخريطة كثير من الشباب هما اللي جابوا لدالوا الاستحداد هذه المؤسسات عن طريق الطلابات العمومية وهذا الشي لازم الابتعاد عنه ما لازمش الشاب يتقدم اليوم باش يدير يقالنا غدوان سيد سيد لظيف أربما سنعود سنعود استسمحك على الوقت لأنه سنعود إلى قضية كيفية كيفية بالنسبة للأسواق سيد يوسف ميلي هناك قضية جوهرية ربما حتى في خلق المؤسسات مستقبلا خلقها يجب يكون بأكثر نجاعة أكثر استشراف يجب أن يكونوا مستشارين حتى ولو وأوافق الرأي سيبوغادي لما نقوله أنه نقدر نجيب حتى مستشارين من براء إذا مش موجودين في البلوك على مستوى الهيئة التمويلية يقومون لهم بدراسة لهؤلاء الشباب يحبوا ليرافقهم قال مشروع هذا نخرج فيها ما نخرج فيها وشام يقولوا هذه خير ترنسبور نخدم كيانلي في بعض أحيان يقترح لهم يقولهم ضموا مجموعة من المشاريع باش تحكموا مشاريع أكبر كيف ترون ذلك يا مولود كان نقطة مهمة يجب أن نفهمها اليوم الشاب الجزائري بالدرجة الأولى يحتاج منصب عمل يعني المشروع هذا اللي تعلح الحكومة بسفة عامة هو مشروع نية سليمة أنها اليوم تعاج قضية البطالة لكن الأسف اليوم لما نتكلموا أنه الشاب يحتاج منصب عمل نروحوا هنا نعطيه مشروع نعطيه إعانة بمليار سنتيم واللي هو أصل ما عندهوش الخبرة وهذه هي الإشكالية القضية الثانية أنه ليس إحنا الإشكالية الموجودة ثانية عندنا في الجزائر دائما هو التعميم نعممه دائما في أي مجال نعممه ولما نعممه تروح الحقيقة ما هوش أي شاب مؤهل أنه تكون عنده مؤسسة هذه الإشكالية كاي الناس عندهم مؤهلات مثلا باش يتكون عنده عمل حر ويكون عنده مؤسسة ويقدر ينجح فيها وكاي شاب المؤهل فقط أنه يكون عنده منصب عمل في مؤسسات كمهندس أو كموسيئة أو ككاتب أو كموظف أو إلا غير ذلك وهذه الإشكالية اللي رأنا نتخبطه فيها إحنا أخذنا بالتعميم وأصبح كل الناس جربنا هذا المثل على كل الناس أنه كل الناس أعطيناهم أموال وهما ما عندهمش الخبرة إحنا في المشروع مثلا تعالوا نساج يطلب عليه شاهة البطلة كيف شاب ما عنده حتى خبرة وتزيد تطلب عليه شاهة البطلة معناتها ما هو مؤامل في حين أنه كان بعض الشباب اللي رأي يشتغل تلقاه مثلا يشتغل في ورشة نجارة تلقاه مثلا يشتغل في ورشة ميكانيك تلقاه يشتغل في مصنع عنده المؤهلات أنه يخرج من هذا الوظيفة ويخلق مؤسسة صغيرة ويوظف تسع أشخاص على الأقل ولا عشر أشخاص ولا مجموعة من الأشخاص ولا مجموعة من الشباب هذه هي الإشكالية اللي رأنا أطحنا فيها أنه قدرنا التعميم وما أعطيناش فرصة للناس اللي في المجتمع اللي عندهم هذا الإبداع هذا ولا عندهم هذه الفكرة أنهم يكونوا رؤساء مؤسسات مصغرة وصغيرة وهذه هي اللي ما زلنا رأنا نتخبطوا فيها إذا ما عالجناش النقطة هذه أنه ليس كل خريج جامعة ولمهوش أي إنسان يتخرج من الجامعة عنده ديبلوم معنته رأوا يقدر وليس فقط خريج الجامعة وليخلق مؤسسة يعني نماذج عالمية ومن يبدأ ما عنده الشهادة ما نتكلمه يعني ربما على مؤالجة مثلا مؤالجة إشكالية تعلبطالة خريجي الجامعات خريجي الجامعات ما نعالجه مش بالتعميم يعني كان بعض الخريجي اللي عنده هذا الموهيبة موهيبة أنه يخلق مؤسسة وعنده هذا اللي يحتاج هذا اللي يحتاج أما الإنسان ما عندهش أصلا هذا الميول هذا لأنه حتى باش تكون رئيس مؤسسة لازم يكون عندك هذا الروح روح المقاولاتية روح المقاولاتية احنا جناعتنا هات صبغة اجتماعية ولما حاولت البنوك أنها تعطيها طبع سيس ميلي لما ذكرت البنوك استسمحك باش مفوتهاش يعني لما نشوفه في البنوك في الدول المتطورة اللي تمنح قروض لمشاريع صغيرة وكبيرة شوفوا هذوك الزنتريتين أورال مع الشاب وشن هو مشروعك يعني يحكي معاه يشوفه يقولوا الأرقام السوق ينبه حتى لما يعطيه القرض يعود عيطله لما يشوفه يخرج الأموال كثير هو البنك هو شريك ويرافقه أن عمرك تصرف بزاف كيفاش ما تخلش يعود يكلم معاه ابحث على السوق ربما هذا ما عرفت شانتما خبراء اقتصادية لكي ستمت هذا اللي ره ينقص هنا في الجزائر لإرشال وتوجيه نعالج في قضية نعالج في قضية سياسية اللي هي قضية البطلة بمفاهيم اقتصادية غير مندمجة مع بعض لما تكلموا البنوك المفروض هي البنوك لديها نظرة اقتصادية فقط ما عنداش نظرة سياسية أو غير ذلك يعني البنوك هي تعرف أنه هذا المشروع هذا ينجح أنه بالفعل هناك حاجة حتى الشخص في حد ذاته هل مؤهل أنه ينجح أو غير مؤهل لكن للأسف لما تكون قرارات يعني سياسية أنه قال مثلا في هذه البلدية ولا في هذه الولاية نحتاج عشر آلاف مؤسسة أخلق لعشر آلاف مؤسسة بغض النظر هل 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 المؤسسة رح تنجح أم لا والإشكالية الأخرى أنه حتى هذه المساعدة اللي قدمتها مثلا وكالة لونساج وش سرع نلقوا مثلا بعض الشباب يروح يلمد راهمه من عند بابه إلى من رأس المال من عند بابه من عند صاحبه ومن عند السيب ويأسس مؤسسة بمجهوده الخاص ويتعب عليها وليمدة ثلاث سنوات ولا أربع سنوات باش تكون عنده النتيجة ومن بعد تجي للوكالة تبدل شاب واحد آخر تعطيه امتيازات يجيب الآلات بدون بالإعفاءات وبزيد ما يخلص ونخلقه منافس للي نجح منافس غير طبيعي ومنافس غير نازيه للمؤسسة اللي ينجح فوش نصرع يصرع أنه حتى المؤسسة هذيك الشاب هذاك اللي بذل المجهود لمدة ثلاث سنوات بإمكانياته الذاتية خلقنا له منافس كيف يقولك هذا خياري على كل حال خلقنا له منافس فحطمنا المؤسسة اللي المنفروض باش تتطور وترجع مؤسسة كبيرة وزيد الشاب الأخر بدون نجاح بدون خبرة يزيد يفشل فخسرنا مؤسستين بدل أنه كل إسقاطاتنا تأخذنا إلى ضرورة مرافقة جيدة المرافقة تكون مرافقة اقتصادية ما تكونش يعني مرافقة كما نقوله إحنا مرافقة إدارية لأنه المسؤول الإداري هو يهم النتيجة في العام في نهاية العام شحل المؤسسة اللي يخلق وسنقول المسؤول الإداري يجب أن يكون عنده خبرة شيء اقتصادية لما يخلط في هذه الأمور يعني بالعامية ونعود إلى هذا لكن قبل ذلك نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود أعزائي المشاهدين مرحبا بكم مرة أخرى في الجزء الثالث والأخير من الفوروم الاقتصادي هذا الأسبوع والذي يخوض في ملف المؤسسة الصغيرة والمصغرة بين دروس الماضي وأفاق المستقبل ومباشرة نحو ضيوفنا سيحمزة أبو غادي أربما كنا نتحدث عن الآليات الأنجع ونلتقي في نقطة المرافقة التوجيه الذهاب مع المؤسسات الصغيرة والمصغرة بنظرة اقتصادية بحتة لكي ربما تساعد أو نعلو بنسب النجاح في هذا الميدان وننتهي من كوابس الماضي أكيد يعني منذ يومين رئيس الجمهورية تتحدث عن التوجه الجديد للدولة الجزائرية قال القرارات التي تتعلق بالاقتصاد وتكون فيها صبغة سياسية أو تأثر فيها يعني ممكن القرار السياسي رح تكون خاطئة يعني هذا رئيس الجمهورية تتحدث عن التوجه الجديد للدولة الجزائرية نحن نحن معها تقريبا ندينا بهذا الخيار أو ندينا بهذا التصويب أو إعادة التصويب الآلة الاقتصادية أو الأدوات الاقتصادية كيف ذلك الآن الجزائر تقريبا منذ سنتين أو ثلاث سنوات في خضم تقريبا كل الإصلاحات أو فتحنا كثير من الورشات بداية من قانون الاستثمار كثير من القوانين أو التغييرات لمسة الهياكل المؤطرة للاقتصاد أو الهياكل المشجعة للاستثمار لازم أولا ما لازمش نحبسه في هذه الديناميكية في هذه الوطيرة أولا لازم نشوفه أيضا نحاول نكونه في الإصلاح نمشه فيه إصلاح شامل وليس فقط كما قال أخي عبدالطيف تكلم عن أنه القانون الاستثمار لم يعني جزء أو ظرف تكلم عن الاستثمار ممكن للمؤسسات الكبيرة أو للاستثمار الأجنبي ولكن ممكن لم يأخذ بعين الاعتبار ومخصصش حيزيز ممكن من بين النقائص للمؤسسات الصغيرة أو المؤسسات المجهرية أو لهذا النوع أو هذا الكاتيريغوري السلف اللي يعمل فيه نسيج الاقتصادي الوطني هذا من جانب آخر أيضا من بين الحلول أيضا نحن نقول له للأصل الاقتصادي الاقتصاد يحب حرية المبادرة ويحب أيضا المراقبة والتأطير والمرافقة كيف ذلك؟ يعني لازم علينا أنه أن نضون لبات يعني منذ العجينة للخباز يعني الأصحاب الليمتي أو أصحاب كما كنت تذكرت أنه في البنوك يعني ناس دائما ترافق أو يعني في المجتمعات المتقدمة أو الدول يعني اللي عندها اقتصادات كبيرة عندنا سكونابل يعني يقول لك أنا عندي كونسية بونكار تاعي يعني خاص به يعني يلافق هذه المؤسسة ويعني ويتبعها يتبع يعني حتى البرفورمانس أو أداء المؤسسة المعينة يشوف ممكن يعمل دائما يكون فيه أوديت يعني تدقيق للنشاط التدقيق حتى يعرف لماذا كان فيه أخطاء أو فيه مشاكل أربما في هذه اللقطة بالتات لكونسية بونكار ما مش يكون يعني سقط من تكوين إداري فالبنك يجب أنه يكون عنده مصار يعرف المؤسسات يعرف الأكتصاد كيف يجي دور مش ينصح الإنسان هو من الجامعة أحبط للمكتب ما يقدش ينصح اقتصاد أكيد حتى أكيد أنه يعني سامتي بارتيكولية يعني خاص في عنده خصوصيات أنه يكون هذا اللي يحي رافق أو يكون مسؤول في هذه الخلية ليحتخلق حتى تلافق المؤسسات يكون عنده مهد المؤهلات أنه يعرف يعني عنده تقريب أولا تكوين قاعدي يعني يعرف ما هو الاقتصاد أو ما هي التجارة ما هي يعني المحركات التي تسير الاقتصاد ثانيا تكون عنده خبرة يعني ميدانية أنه عمل ممكن تكوينات عمل في الميدان الاقتصادي يعرف كيف نخلق سجيل تجاري كيف نخلق ونخلصه وشنهم الضريب يعني يعني المشاكل أو الطرق يعني حتى يعني تقريبا يلم بقواعد الأساسية يعني للنوشيون دي باز يعني رجل أعمال أو تع المقاول أو تع يعني متعامل الاقتصادي هذا أيضا نقطة مهمة النقطة الأخرى أيضا هو المناخ العام الاقتصادي يعني يجب علينا أو نحتاج إلى كثير من التنظيم الآن يعني لما تكون عندك كارتوغرافي أو حصادي حقيقي هنجي دور يعني ما تكلمني كثيرا عن الرقمنا أو يعني الوسائل التكنولوجية الآن تعطيك أنك تعطيك هذه الوسيلة أنك تجمع قاعدة من المعطيات تخليك يكون القرار الاقتصادي تاعك قرار فعال لأنه تعرف وش كاين نوع المؤسسات اللي تكاين في الجلفة والمؤسسات اللي تكاين في خنشلة الخصائص اللي تكاين في المناطق أو يعني نعطيك كسب المثال أن المؤسسات المجهرية والمؤسسات العائلية تحت يعني تظهر في لما يكون عند في دولة ما تكون فيه قطاع سياحي قطاع قوي وفيه يعني أنفلو يعني تعال الناس تجي حركية نعم ينشط بقوة يعني هذه المؤسسات لأنه يعني دائما نعود نرجع أنه طبيعة النشاط هي دائما تكتير من أحيان تعطي يعني تحدد لفوليوسيون يعني المؤسسة معينة كمؤسسة تبدأ مؤسسة صغيرة وتروح يتولي مؤسسة كبرى عندها يعني انتشار واسع لكن المؤسسات فبعض المؤسسات عندها محيط أو يعني المحصور في بلدي أو في أحيان لذلك يعني هذا الفهم أولا هذا الفهم للواقع الاقتصادي يكون عند تقريبا هذه المؤطرين لمنتشين في كل أنحاء الوطن وليشدين هذه الأجهزة من أجهزات الدعم أو الوزارات المتخصصة من وزارات للمؤسسات النشئة أو المزارات المؤسسات اللي متعلقة بالاقتصاد يكون هنا وش نرجع نرجع للنوعية الخدمة العمومية تولي عندي خدمة عمومية ذات نوعية جودة نعم ذات جودة ومن انطلاقا من هذا الأمر رح يكون فيه يعني النتائج رح تشوفها في الواقع وتشوف يعني الويروند ما يتبدل أو الأداء الاقتصادي للدولة في الكل في الإطار الكل يتغير بصفة أكبر وبصفة أسرعة جيدة سير عبدالرطف أحمام ده أربما في نفس السياق هناك من يطرح تساؤلات الولايات المتحدة الأمريكية مثلا وعديد من الدول لديها نظام المحاصصة في الأسواق بالنسبة لمؤسستها هناك أسواق وفضاءات مخصصة للمؤسسات العملاقة وفضاءات وأسواق مخصصة إلى المؤسسات المتوسطة وهلما جر إلى المؤسسات الصغيرة ومصغرة يقولك أنه نعطيها الوقت باشتحية لأنه لأنه يقولك مش طبيعي أنه مؤسسة ضخمة كبيرة تنافس مع مؤسسة صغيرة جدا في مشاريع هذا أكثر كان يقولك القادم موجود في الجزائر لكن لا يطرح هنا رانا أعضاء رانا أعضاء في جونيور شامبر هي غرفة الأشبال في أمريكا وأعضاء نحن أعضاء في الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بفرنسا يعني عندما نقارن نعمل المقارنة هو أكثر من هذا الشيء المؤسسات الكبرى في كثير من المشاريع المحلية يمنع عليها أن تأخذ المشروع بدون هو بند محدود بدون ما تكون المناولة للصغير نحن في دولتنا نحن لكي تشارج تعال كبير واحده وأكثر من هذا الشيء ليومنا هذا نرى دفتر شروط خاص بالمؤسسة الصغيرة ونتكلم على صفقات بعشرين في المائة للمؤسسة الصغيرة وهذه كذبة عظمى نحن طالبنا كثير من الإدارة أن تجعل دفتر شروط خاص بالشباب يعني كي يروحوا الشباب يرفضوا دفتر شروط صغار أو في الأميري أو في الأولاية أو كذا ما يجيش كاج حاجة يخدمها ما يروح الشنطايا يجي الكبير يرفضتك الكاي تشارج صغير نحن في الدول الأجنبيان يقول لك في الكاي تشارج الكبار في الكبار كاي نبوند يخدم صغير معه تحت بقوه نشوفه في الميتان تكلم على فيرنسا عندهم ريزو جونو تخبخنر لغيزو عندك لميداف وعندك لغيزو جونو تخبخنر الكبير يتضربوا كيفاش يدوا صغار تحت طبقهم ويرفقوهم نحن السؤال نتروح أين هي المؤسسات الكبيرة خاصة أو عمومية كانت أخذت بجانبها المؤسسات صغيرة هذا هو برنامج الأفاق 2030 2050 لا نفرض عليها هذه غيرة هذه لابد أن تكون غيرة للكبير أن يأخذ السغير ما نفرضش عليها بقانون هذا عيب نفرض عليك أنت تعاون الصغير هذا هو المفروض الذي يكون عندما نقارن اقتصادنا بالاقتصادات الأجنبية هو محدد بضواب وعينة السؤال المطروح سؤال المطروح ونحن نشوفه في برنامج رئيس الجمهورية لدينا مجلس الأعلى للشباب كثير من برامج هائلة اليوم نشوفها متوفرة للشباب هل لا يعقل مع رئيسنا هناك بنية مستقبلية بدون الشباب لا يعقل الشباب له خاصية ومكانة كبيرة في برنامج رئيس الجمهورية وهذا نشوفه نحن نعيشوه السؤال اليوم عندنا عندنا ملف وهو ليس ملف انساش هو ملف شباب وعائلات انساش نتكلم على الشباب لهم بالألاف يعدون عندهم ماكينات اليوم عندهم آليات عندهم طاقة بدخلهم أن تكون لهم حصة من الجزائر الجديدة هذا هو الآليات اللي أتينا بها احنا لكيف ندمج كيف ندمج هناك كيف لأن هنا الإحصاء الحقيقي لهذا المؤسسات ونجعلها باختصاص يعني فروع ونروح نساهم في هذه الجزائر الجديدة وهم الكثير موجودين ولكن وقلناها كم المرة الدين يخلق الدين لابد أن تكون ما نسميه بمسح الديون لهذه المؤسسات الصغيرة وجاءلت الدولة الجزائرية مسح ديون كم المرة للمؤسسات العمومية كم المرة ليس مرناش هنا باش نعطيه الأرقام هذه الأشياء شفناها وعشناها في الدولة الجزائرية بك في هذه القضية اسمح لي سعب لطيف ونتكلمه يعني بهدوء لأنه يجب هذه نقطة جوهرية لما نتكلم على قضية مسح الديون هذا الملف قلت في بداية الحصة أنه متفرع هناك من أخذ قرض وخدم به وراه يسدد فيه وهناك من أخذ قرض وتعثر لم يمكن ما كاش عامل ما طاولوش المشاريع وهناك من تحايل على القانون وتحايل على البنك ودرب الأموال أمور أخرى لم تكن لذلك الشيء لما يعني لما عامل شعب يسمع والجميع يسمع مسح الديون هكذا يقول لك هل يستوي الذي يعلم والذي لا يعلم هل يستوي العمل والبصير هل يستوي الذي يعني بزع دراهم أغو شادروات والذي ره مزال عنده مخبازة عنده سريع وراه يحاول وريش لون موم على البنك ولاخر هذي على لسان رئيس الجمهورية وسمعناها قل لك ليه باع الماتريال ولو يضرب عشرين لازم يخلص هذا مفروغ منها أنا نتكلم على شبابنا اليوم وهم عائلات أنا نقول لك هذا الشباب لنوم له عثاد وهذا العثاد ما عنده لكي يريد لا يرسوك ورمين داك ما عنده لكي يريد الموتر لهذه لنقول لك عندنا إحصائيات حقيقية تجعل ونتكلم على إعادة النظر للذهاب لإدماج هذه المؤسسة في الجزائر الجديدة ونعطيها قصد هذا القصد لم يخدته عنده عشرين سنة تحب نهضروا أرقام نهضروا أرقام ولكي اليوم نأتي بالحلول أنا على يقين على يقين كل الشباب الجزائري المثعطر بصفة حقيقية ما نهضروا من استولاه على هده ما نتفرغوش الكلام فيهم قال عطوهم فرصة كثير منهم ونحن بعلاقة معهم الدين يخلق الدين هاي هاي الشباب دا كي اليوم بكش رح تدخلوا لحبس كرح تنحلوا الماتيريال بكش كرح تبيروا في المزاد العلاني شكونا رح يستفاد الخزينات تخسر كل واحد يخسر فينا يختصر فيها ولكن باختصار في هذا الكتار وش تختارح باش نعودوا هذا الشاب اليوم اللي عنده تأهيل هذه ديجا طروة للشاب الشيء الثاني اللي هو مستعد بهذا التأهيل له يدخل بصفة جديدة هذا الشاب اليوم طروة طروة موجودة في دولتنا لكي ندهم معها ولكن بالمرافقة وليس بدون مرافقة باش نطلع معها كيف مسح ديونهم مسح ديونهم الإحصاء عن طريق المقاولتية هل هذا الشباب لهم تأهيل لتسيير مؤسسة أو لا ثالث شيء عندما نشوف الحصة الحقيقية نشوف مع من هذا الشركاء الذي هم عندهم مشاريع يقدر يخدمهم هذا اللي يراهم ديرين مشاريع تبعين لطلبات العمومية وبعيد عن طلبات العمومية هناك شركات قادرين نعملوها في الميدان وندهب بهذا الشباب بصفة جديدة يقول لك ربما العكس قبل ما نمسح ديونه نشرط عليها أنه يكمل باش نمسح ديون لأنه تقدر تنسح ديون تقدر أن تنسح ديون باش يكمل باش يكمل باش يكمل ونالكما من يطلع سوء الآخر إلى إعادة التمويل إعادة التمويل ماش إعادة التمويل لأن الهيئة الموجودة هذا المتيريال هذا اليوم راه أمر عندما قال الأمر السياسي هذا راه أمر سياسي يعود إلى رئيس الجمهورية للنظرة بصفة حقيقية للشباب المقاول لهو ضحية اكتصادي ربما هذا ملف يتطلب منه حصص ما لازمشي طول للملف هذا ربما هناك نقطة جوهرية هناك من يقول لك أنه علينا أن نسير هذا التركة بطريقة تجعل لأن تسييرها هو مرتبط بنجاح المؤسسات المصغراء في المستقبل لأنه هناك يقول لك من في خلق المؤسسات المصغراء عن طريق القروض حتى الشباب راه كما يقولوا مطلع شوية في راناما لأنه راه يشوف التجربة الفاشلة القديمة ربما علينا أن نربط هذا الأمر وأن ننطلق على ركاة جديدة وليس المؤسسات كما يقال إذا كان دخلت الشعبوية من باب فإن الاقتصاد يخرج من النافذة باب آخر يخرج من النافذة يخرج من النافذة إحنا إذا كان اليوم تكلموا على الاقتصاد الجزائري وبالفعل حاب ينطوروا لازم نصرحوا أنفسنا وتخلصوا من الشعبوية شايدا نتكلموا على المؤسسات الصغيرة والمصغرة مناش رانا نتكلموا على الشباب لأنه هنا مغالطة لأنه رانا في نفس الوقت هذا القطع هذا نقتلوا فيه بكلمة الشباب هذا القطع هذا معلومة تكلم فقط عن فئة شباب فيقدروا واحدة كبيرة أليمة تكلموا على جروبة الامريكية في اقتصاد رأس مالي متوحش المؤسسات الكبيرة هي تحتاج إلي المؤسسات الصغيرة هناك تمضى بينهم هناك تكامل بينهم نفس الشيء إحنا دائم المؤسسات الكبيرة والمؤسسات المتوسطة محتاج إلي المؤسسات الصغيرة ومصغرة بش يوقع بناتهم تكامل وهذه هي دوراً للحكومة أنها تخلق هذه المناخ نتاع التكامل وليس مناخ تضاد لما تكلموا على التجربة السابقة للأسف اللي كانت تغاية لها الجانب السياسي والطبع السياسي والملف إذا كان بقينا نجرغرها في هذا الملف أعتقد مش رح نلقوا الحل سواء بالتفكير بقضية الإعفاء لأنك أنت اليوم تعفي شخص اللي بذل مجهود وشخص آخر اللي ادى أموال وضيعها في مكان آخر أعتقد هنا تروح للعدالة ويروح يعني يروح تروح للدستور الجزائري اللي أنه يقول المواطنين كل كيفاش إنسان اللي يتعب وبذل مجهود تسمح له وفي نفس الوقت اللي يدى الأموال وضيعهم تسمح له هنا وحنا في أي اقتصاد ما قلناش هكذا في أي اقتصاد وش هو أساس أي اقتصاد نجاح أي اقتصاد هو تكافأ الفرص وش معنتها تكافأ الفرص معنتها الناس كل رح يتجري في سباق في التنافس بيناتها وش كل يقدم أخضر وش كل يقدم إذا لما نجي أنا كيد خارج الاقتصاد ونرفع الإنسان اللي في مؤخرة السباق هذا ونحطه الأمام يعني رأني ضربت الاقتصاد نتاعي في الصفر وضيعت الاقتصاد تعليل أني ضربت تكافأ الفرص حنا هذه المساعدات اللي اليوم رأي تقدم فيها الحكومة لو كما تكونش دراسة حقيقية ودراسة منطقية مبنية على تكافأ الفرص رأنا قاعدين نضمروا في قطاعات أخرى بلا ما نشعروا وبحس النية يعني بحس النية أنه نشغلوا نقضيه على البطالة وبحس النية أنه نخلقوا مؤسسات وبحسن قضية تكافأ الفرص لما تكلموا على الإعفاء سواء في قطاع لونساج ولا في أي قطاع أخر لازم دائماً الرعي وقضية تكافأ الفرص والرعي ومصلحة الاقتصاد ثاني إذا كان مصلحة الاقتصاد الجزائري اليوم تتطلب أنه التجربة هذه السيئة أنه يكون فيها إعفاء نمشيه في الإعفاء لكن إذا كان مصلحة الاقتصاد الجزائري والشيء اللي أنه اليوم تكلموا على البريكسون تكلموا على أنه لازم نرفعه من البي بيتعنا وبالتالي هذا التأثير هل راح يأثر بالسلب أو بالإيجاب على الاقتصاد وبالتالي نعتقد دائماً أنه قضية تكافأ الفرص مهمة جداً وبعض المساعدات إن صح التعبير من طرف الحكومة بحسنية دائماً نقول بحسنية لديها أضرار أخرى جانبية يتأثر على مبدأ تكافأ الفرص سيدتي يوسف ميلي وربما هناك لقطة جوهرية للأمانة يعني راسل لكثير من الشباب ربما رئيس الجمهورية تخذ عدة إجراءات وهي في صالحة شباب من بينها لريش لونمون إعادة جدولة الديون يعني تقول الأخت سامية من ولاية سطيف وهي متحصلة على قرض أنساج وعاملة في شركة للاتصالات أنه حينما ذهبوا باش يعملوا ليش لونمون يطلبوا منهم يعني الورقة الخاصة بأنهم لميزاجور كناس كازنوس وحتى الضرائب ما يقول شباب هنا أنه لو كان عندنا ميزاجور كناس ولا كازنوس قادرين نخلصهم ما راناش من المؤسسات المتعثرين لينجو دموديو ريش لونمون هذه للأمانة وعدنا أن نقولها من طرف شباب إذا سلطات العمومية عادت كل التسهيلات فعلى البنوك والجميع أن يتماشى مع ذلك في كلمة أخيرة سيحة أبو غادي أكيد يجب أن يساعد الريتم يعني الوما مريتم ولا تكون فيها يعني إحنا يمانك في الكومييكاشن أو في الكورديناشن انترسكتوريال يعني من بين المشاكل نعطيك مثال أنه اختصار بانك في العقار الصناعي على سبيل المثال كان في كتير من الفوز الإنفيستيسور ولكن عندنا مشكل أنه مدينا عقار للناس ما خدمتش به أردو أن نعطيك من بين المهام الزعمة التي تكون على في الوكالة الوطنية لترقية المقاولاتية أنها هي عند هذه الموديل نجحين هي تبروبوزي يعني هي تضرب عليهم باش تعطي لهم العقار ويتكبروا ويخرجوا من تحت يعني تأطيرها يعني من بين يعني هذا من بين يعني ممكن الحلول هي هو يعني العمل الكلي يعني تقريبا أو يعني كلمة آخيرة نعم كلمة آخيرة كيفو يفوتو جورغار ديلي سبار مسح الديون لأمل سعر الله تتحب بكل اختصار ونبصا بعاشراء يعني لابد أن تكون مسح الديون لفئة هذا الشباب للدهب بهو برنامج رئيس الجمهورية الجزائر الجديدة الشيء الذي نعرفه ولا نبتعد عنده العالم العالم وليس الجزائر مريض اقتصادياً كل العالم كل العالم مريض اقتصادياً نحن بلد ما شاء الله علينا طروتنا الأكبر طروة في الجزائر هي الشباب ولابد هادي سيتون ميزا زيرو والذهاب يعني بصفة حقيقية وأنه شجع بعدها نشجع كل المشاعل سيسميلي أنا أعتقد أنه المتابعة لخطاب سيد رئيس الجمهورية في بيترسبورغ في منتدى الاقتصادي تكلم على في روسيا في روسيا تكلم على المستقبل الاقتصاد الجزائري إذا كان بالفعل حبينا نوصل لهذا المكان لازم نتفادوا الشعبوية ونعرفوا باللي الشعبوية مش رح تمدلنا نتاج نقدروا نديروا الشعبوية في الغياظة في الثقافة في نشاطة أخرى ولو أنه حتى هذك ما تجيبش نتائج لكن مرايراً إذا كان بالفعل لازم نشمروا على ذعينا لازم نشمروا على ذعينا لازم نشمروا على ذعينا شكراً وهذه هي قاعدة الحياة نشكرك جزيلاً شكر سيوسف ميلي رئيس منتدى الاستثمار وتطوير المؤسسة الاقتصادية كما نشكر سيعب لطيف حمام داع الخامل في المؤسسة الصغيرة والمصغرة ونشكر أستاذ داسي حمزة أبوغادي رئيس مؤسسة دراسة الاقتصادية أم بي ديس والآفاق بحول الله ستكون خير ومن هنا من الفروم الاقتصادي نعطي الحلول المقترحات وننقل كيف يمكن أن نعمل جميعاً من أجل غد أفضل نصل إلى نهاية الفروم الاقتصادي لهذا الأسبوع نلقاكم الأسبوع المقبل بملف آخر بحول الله السلام عليكم